المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء من أجل إقناع الحوثين في الانخراط بالعملية التفاوضية حيث يركز المجتمع الغربي اهتمامه في الملف اليمني على إيجاد حل وتسوية سياسية وبحسب مصادر إعلامية أن الزيارة بن علوي وزير خارجية سلطنة عمال لإيران الأسبوع الماضي أبدت معها الأخير استعدادها للضغط على الحوثين للقبول بتسوية سياسية في حين صرح وزير الدفاع الأمريكي أثناء مقابلة ولي العهد السعودي أنه يسعى لمساعدته في إيجاد تسوية للحرب في اليمن الحوثي في خطابه الأخير كما يراه مراقبون بدى مكشوفا بلا حلفاء ومدعورا من تنمي الصخط المحلي تجاهها فمخاوفه الداخلية تتسع وعزلته تتفاقم وثقة القوى اليمنية بعد أن غدر بحليفه الصالح إن عدمت تواجه المبعوث الأممي الجديد صعوبات وتعقيدات في مهمته الجديدة غير أن المحللين يرون أن مليشيا الحوثي وسلاحها وما أحدثته من خراب اقتصادي واجتماعي لا تزال هي العقبة الحقيقية في الملف برمته وحائل من الوصول إلى سلام شامل فيما الحكومة الشرعية لا تزال تؤكد بدورها على أن أي حل يجب أن يكون مبنيا على المرجعيات الثلاث قرارة مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني مراقبون يعتبرون أن إطالة أمد الحرب ليس في صالح السلام ولا في صالح الحسم العسكري في حين تتجه البلاد مع الوقت لكونها معضلة مزمنة من الضعف والهشاشة ومصدر قلقا لنفسها والإقليم فالخيارات هي ما بين سيء وأسوأ وكل يوم تضيق الخيارات ولم يعد هناك تراف من الخيارات والحلول على بعد عدة كيلو مترات من مدينة مأرب أنشأت السلطة المحلية بصنعاء مخيما لنازحي المحافظة البالغ عددهم أكثر من ثمانية آلاف أسرة موزعين على مخيمات شتاء من ضمنها مخيم الميل الذي يعاني ساكنوه من الإهمال والنقص في كل شيء الكهرباء ما قد بيش جابوا لنا الخيام فقط والفراشات عادي ما قد كملتش ومعنى الحمامات وباقي المكيفات تمام وباقي يا صاحب المدارس ما بيش والجامع أو لن يردون من الجهة المختصة يهتموا بهن الغاز ما بيش معنى للمة ولو يقطعوا لنا المة لنموت والمواصلة بعيد من المدينة وزعت مخيمات للنازحين لكنها مجردة من الأثاث ومستلزمات الإيواء ووزعت خزانات مياه في مسافات متباعدة لا تسد احتياجات المتواجدين من الماء فيما تسكن بعض الأسر عند أقاربهم في المخيم لأنهم لم يحصلوا على مأوى إلى الآن ويحن لا يقدم معنا لا غز ولا ضوي ولا صحن ولا يقدم معنا فراش ولا يقدم معنا أي حاجة ولا يقدم معنا على الطرق عاد ويحن لا يقدم معنا بلي التبلق كذل نستشير ولا يقدم معنا بلي عشرات الأطفال في المخيم حرموا من التعليم نتيجة عدم وجود مدرسة أو مدرسين وكذا بعد المخيم من المناطق التي تزواجد فيها المدارس تمر خيوط الكهرباء من فوق المخيم بينما يعاني النازحون من حرارة الأجواء في خيام لا تحميهم من شيء فهم في أمس الحاجة إلى إيصال الكهرباء إلى المخيم لتكييف الخيام علها تخفف عنهم حرارة الجو في صيف مأرب الحار كثرت مخيمات المزوح الخاصة بأبناء محافظة صنعاء فهذا مخيم جديد أقامته السلدة المحلية بمحافظة صنعاء لكن النازحون هنا يشكوا من الإهمال ومن الحرمان من جميع حقوقهم خاصة ما يتعلق بالإيواء محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مخيم الميل مأرب ثمت تزايد في النفوذ الثقافي الإيراني بصيغته الطائفية في اليمن عبر مؤسسات ومراكز إيرانية تقوم بالإشراف على تنفيذ مخطط تغيير المناهج اليمنية وإحلال مرجعيات حوثية طائفية في جميع مكاتب التربية والتعليم وإدارات المدارس فضلا عن المراكز الطائفية الحوثية الخاصة وفي هذا السياق يتعزز يوما بعد آخر تزايد دور مرجعيات ومؤسسات ومراكز إيرانية في ترسيخ النفوذ الثقافي الطائفي الإيراني في اليمن أهم تلك المراكز المجمع الإيراني العالمي لأهل البيت ومجمع التقريب بين المذاهب ومنظمة التبليغ الإسلامية التي تتلقى دعما مباشرا من وزارة الثقافة الإيرانية بالإضافة إلى مراكز تابعة لحزب الله وأخرى متواجدة في دمشق ومنها حوزة الخميني وجميعها تمارس دورا إشرافي مباشر على عملية تغيير المناهج وتمكن عناصر حوثية في التربية والتعليم والمؤسسات الثقافية وتسعى إيران من خلال ذلك إلى نشر مبادئ الثورة الخمينية وتسويق إيران داخل المجتمع اليمني كنموذج ثوري ضمن مساعي تعمق حضورها وترسيخ نفوذها السياسي والعسكري في شبه الجزيرة العربية يعكس ذلك على الأرض تركيز الأنشطة الثقافية الحوثية على الترويج للتاريخ الإيراني ومحاولة استلهام الثورة الخمينية وتضخيم موقف إيران الدعائية ضد الكيان الصهيوني وتستغل بيئة التهميش الاجتماعي والفقر والجهل خصوصا في أرياف صعدة وعمران وحجة والمحويت وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين موسيقى